السلام عليكم كي ديرين لباس كانت مننا من الله كلكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في قضية جديدة نهار السبت 20 فبراير 2016 في واحد القرية صغيرة كتسمى كينا في فرنسا يان عاييت في التليفون على جارهم بيرنار وقال ليه اجيل عندنا ضغية را عندنا مصيبة واقعة في الدار وبيرنار عاييت على ولده ومشوا كي يجريوا عن دار جارهم وصلوا دخلوا للدار وتفاجئوا بباسكال مليوح في الأرض واستدمايته زادوا شوية ولقاوا ايفا مراتو حتى هي مرمية على الأرض وولد هايان كي حاول يدير ليها مصاج للقلب وكي حاول يدير ليها التنفس الاصطناعي المنظر اللي قدامهم صدمهم بالساف ومعرفوش شنو اللي وقع عايطوا على خدمات الطوارئ اللي جاود غياء بدأوا كي يديروا ليهم في الإسعافات وهما يعايطوا على الهليكوبتر حيث الحالة ديالهم كانت حارجة بثاف ولكن فات الفوت باسكال وإيفا ماتوا من اللي بدأوا الجدار مياك يديروا في التحقيقات ديالهم والشي اللي لاحظوا هو أن يان كان مصدوم حاد ترسوا بين إيديه وما قادرش يهدر الجدار ميا بدأوا التحقيقات ديالهم ولقاوا باللي إيفا خداية قرطاصة في صدرها أما رجلها باسكال مضروب بثلاثة ديال القرطاصات واحدة في الدهر وواحدة في البطن وواحدة في الجبهة فتشوا الدار ولقا وجوج ديال المكحلات وفردي والطابلة اللي في الصالون محتوطة عليها الماكلة وطاردة ديالعيد الميلاد ولكن الاحتفال سالة بكاريتا فشكون هما باسكال وإيفا باسكال وإيفا قصتهم بدأت من ثلاثين عام فاش كان عند إيفا ثلاثة وعشرين عام الوقت اللي جات من بولونيا باش تقرأ القانون الدولي في فرنسا تعرف عليها باسكال في الكلية هو كان كيقرأ العلوم الاقتصادية ومن بعد تزوجه وولده وولدهم اللول وسموه يان ومن بعد خمس سنين ولده وولدهم الثاني سماوه كيفين في ألفين وجوج استقرأت هاد العائلة في مزرعة كانوا هاد الوالدين كيحبوا ولادهم بزاف وكانوا عائلة متاحدة باسكال كيخدم مفتش تأمين وعندو خمسة وخمسين سنة وهو إنسان متحفظ بزاف وإيفا ربت بيت عندها خمسين سنة وكانت عائلة متاحدة ومرتها بطمعة بعضها في نفس النهار ديال الجريمة كيوصل كيفين روكسيل لعند الجدار مية وهو خايف ومدعور وكان مجروح في فخده اليمن وقال للضابط بأنه كان في دار والديه هو ومراته صوفيا وبنته قيل كانوا كاملين مجموعين على الطابلة أباه أمه وهو ومراته وبنته أخوه يعني وقال بأن أباه بدك يغوت على أمه لا حقاش اكتشف بأن أمه عندها علاقة مع رجل أخو أباه تعصبه مبقاش عاقل على راسه وجاف فردي وتيرى فيها وناد هو باش يدفع على أمه وبدك يدار مع أباه وقال باللي باباه تيرى فيه وبقاهم شادين وبقاك يحاول باش يحيد ليه الفردي وهي تخرج قرطاصة قبل ما يقصد فباه قال كان خايف ومتوتر وقال باللي تصدم من دك الشي اللي دار بدك يبكي وقال لي هوم باللي كيعتقد بأن الأم دياله رها مازالة حية وقال أنك تقتل الأب ديالك ها دي راشي حاجة فضيعة وخايبة بزاف الجدر مياخ دو كيفين حتى هو السبيطار باش يدوا وبدوا التحقيقات ديالهم من المكان ديال المدبح إيفا ماتت بسبب نزيف داخلي لحقاش القرطاصة قطعت الشريان وجات في القلب ولكن اللي غاد يحير الخبراء هو الحالة ديال باسكال لحقاش النتائج ديال الخبرة ما جاتش متطابقة مع الطلق الناري الطابش كيف ما قال كيفين باسكال كان مضروب بثلاثة ديال القرطاصات المحققين باش يتأكدوا من الهدرة ديال كيفين بأنه مو عندها علاقة مع الشي راجل أخر سولوا الناس اللي قراب لهد الزوجين واللي أكدوا بأن إيفا كانت مرأة مخلصة وكانت علاقتها مع راجلها مزيانة وكانت كتبغيه وما كانتش عندهم المشاكل بالإضافة إلى أن باسكال ما كانش راجل عنيف وما عمره مع النفحة وعاد السلاح اللي تستخدم في الجريمة سلاح ماشي أوتوماتيكي ولا احتشي به آلي يعني إلا بغى الواحد يتيري به خاصه في كل مرة يلقمه وباسكال كان مضروب بثلاثة ديال القرطاصات الشي اللي يخلى المحققين يزيدوا يشكوا في كيفين وبما أن يان وكيفين وصوفيا كانوا كلهم حاضرين وقت الجريمة اعتقلوهم بثلاثة وبدأوا معهم التحقيق بدأوا بكيفين اللي غير أقواله وقال بالليان هو اللي تيرف والديه وهو العقل المدبر لكل شيء وقال بأنه كتب في التحقيق اللول حيتخاف من الانتقام من بعد حقه مع صوفيا اللي قالت بأن يان كان متوتر بالساف كان كيخرج من الدار وكيرجع يدخل وكيطلع الفوق وكيرجع ينزل كان كيتصرف بحل شي مجنون وقالوا بأنهم كانوا قالسين بزوجهم في الصالون مع بنتهم وهو ما يسمعوا صوت القرطاس ودخل عليهم يان وهو هذا السلاح ودرب خوه بالقرطاس وجال جهة صوفيا وقال لي ها باللي غادين قتلك قالوا بأنه بغى يقتلهم كاملين وقدر كيفين حيدليه الفردي اللي كان هاز وهو ما يهربوا وقالوا المحقيقين باللي ما قالوش هاد الشي من الأول حيتخافوا لينتقم منهم هاد التصريحات المحقيقين مقتنعوش بيها وفي الغرفة الأخرى كان التحقيق جاري معيان اللي قالوا ليه بأن أخوه كيفين كيتاهموا بقتل والديه وهو يقول أنا عارف بلي هاد الشي ما كانش وقال المحقيقين بعد وقت قصير أنا ما قادرش نتذكر تفاصيل الأحداث قال بعد وقت قصير من بعد ما بدينا كناكلو اسمعت القرطاس ومعرفتش أشنو اللي يجرى ما بغيش نتاهم خويا أو لمراتو زور ولكن في رأيي هو اللي تيرى يان فاش كان كيعود للمحقيقين على أشنو اللي وقع نهار الحادثة كانت ملامحو كتبان جامدة وما كيبانش عليه بأنهو متأثر وكينسبعد الأحداث داك الشي علاش المحقيقين ولاو في حيرة ما عرفوش كون يصدقو كيبان لهم بأن الأخ الكبير يان القاوه في مكان الجريمة وكيبان عليه أنهو مرتابك وكينسبعد الأحداث والأخ الصغير كل مرة كيغير الأقوال دياله القاضي صدر قرار باش يتعتاقلو الولاد بجوج وعرضو يان على طبيب نفسي باش يدرس سلوكو الغريب جا التقريب ديال الطبيب اللي قال فيه بأن يان مصاب بإعاقة ذهنية كتسمى متلازمة أسبرغر يعني عنده صعوبات في التواصل مع الآخرين وما كيقدرش يعبر على الأحاسيس والمشاعر دياله بشكل جيد أصحاب هاد المتلازمة ما كيقدرش يعبروه لنفسهم بالحواس ديالهم بشكل جيد وما كيقدرش يبينو مشاعرهم وأحاسيسهم ومعروف عليهم بأنهم ما كيكدبوش الوالدين ديال يان ما كانوش كيقولوا الجيرانهم أنه صاحب احتياجات خاصة إلا قال لهم شي حاجة على ولدهم يان كانو كيقولوا باللي عنده مشاكل في الغدة الدرقية أو لا شي سبب آخر ووخي يان مكان الشخص طبيعي الطبيب والجيران والعائلة قالوا بأن يان شخص هادئ ودريف وما عمره ما كان عنيف وما يقدرش يقتل والديه زيادة على هاد الشي انهار الحادثة الجيران قالوا بأن يان كان كيحاول بكل جهده باش ينقض الأم دياله المحقيقين ولو شبه متأكدين بأن يان ماشي هو مولفعلة داك شعلش ولو مركزين مع كيفين واللي من صغر دياله وهو كيحس باللي هو منبود بسبب الاهتمام الزايد ديال والديه بخوه اللي حقاش مريد الشي اللي خلاه ديما كيحقد على أخوه يان في 2011 كيفين تعرف على واحد البنت عبر الأنترنت اسميتها صوفيا وعندها 18 العام وهي من كازاخستان أود غيا بغاوا بعضياتهم وبغاوا يتزوجوا وملي والديه رفضوا هددهم إلي ما وافقوش غادي يمشي معاها الكازاخستان فاسكال وإيفا ما كان عليهم غير وافقو على هاد الزواج وداروا ليهم العرس متطلبات هاد الزوجين الجداد ما كانوش كيساليه سكن هو ومراتو ماشي بعيد على والديه وبقاو والديه كيصرفو عليهم ولده بنية ووو ديما كيبتزو بيها إيفا ولو كيقولوا ليها إلا ما عطيت هناش الفلوس ما غداش تشوفيها في التك صغيرة لدرجة أن إيفا واحد المرة قالت لصاحبتها بأن كيفين ومراتو شي مرة يقتلوها هي وراجلها المهم داز شهر على الحادثة وعودوا المحققين لاستجواب الكيفين واللي قال باللباه كان ديما عانف معاه من اللي كان باقي صغير وهاد الشرة كيوقع المشاحنات العائلية كتوقع قاع في العائلات وماشي حتى الواحد مخاصم مع والديه غادي ينود ويقتله وأصلا الواليد كان ما بغيش يوردني ومدام ما غاديش نورد فالأمر ما كيهمنيش علاش غدا نقتله أما صوفيا قالت بأنها ما عندها حتى شي علاقة بالقتل ديال حماها وحماتها وقالت بأن علاقتها معهم كانت مزيانة بزاف وهو ما كيبغيوا بنتها وكيدوزوا أعياد الميلاد ديما مع بعدياتهم وقالت بأنها هي أعز صديقة لحماتها المحقيقين لقاوا من بعد واحد الورقة في حويج كيفين مكتوب فيها أنه خاصه يتخلص من ثلاثة ومكتوب فيها المراحل اللي خاص يتبعهم باش يتخلص من هاد الثلاثة مرحلة مرحلة كيفين ما كانش باغي غير يلصق الجريمة في أخوه كان باغي يصفيها ليه حتى هو بحى الوليديه باش يورد وكان ناوي يشعل العافية في الضار ديال واليديه ويقبض فلوس التأمين إيان من اللي تفكر الأحداث اللي وقعت نهار الحادثة قال للمحقيقين بأن أخوه كان جاي نهار السبت باش يتصالح مع واليديه وينساوا الخصومة اللي بيناتهم ويحتفل معهم بعيد ميلاده الثلاثة وعشرين ويتغدوا مجموعين باسكال وإيفا كانوا فرحانين بأن والدهم ومراته وبنته جايين عندهم وجدوا الغداء ووجدوا الكادويات على قبلهم إيان قال باللي كيفين وصوفيا فاجهوا لدار والديه كانوا قاسين مجموعين على الطابلة ناد باسكال روكسال الكوزينة وتبعوا كيفين وهو هذا الساك ديال التقديا اللي كان دير فيه فردي وتيره فدها رباه القرطاصة اللولة ضاربه وعاود ضربه بالتانية وطبيعي أن الأب غادي دافعه لراسه بدأوا مشادين مع بعضياتهم وهيت نطالق قرطاصة وجات في كيفين هذه الساعة الأب طاح على الأرض وكيفين بقى شاد للفردي في إيديه وفي هذه اللحظة جايان أموك يجري والكوزينة باش يعرفوا أشنه اللي واقع وبدون تردد كيفين تيرفس درمو مباشرة وما بقى قدامو غير خوه وفاش بغى يتيري فيه كان القرطاص اللي في الفردي سهلة لحقاش كانوا فيه خمسة ديال القرطاصات ثلاثة جوا في بباه ووحدة جات في كيفين ووحدة في إيفا بدأ يان كيتدار مع كيفين اللي المخطط دياله خسر ومن بعد أهرب هو ومراته يان قال للمحقيقين بأنه شاف مرات خوه صوفيا كتقلب في الجياب ديال أمو اللي كانت غارقة في دماياتها كيفين وصوفيا فاش خرجوا من الدار مشاوا ديري كتل عند الجدر مياه وهوما في حالة ديال الطعر باش يبانوا كضحايا المحقيقين كتشفوا بأنه فاش كيفين وصوفيا جاءوا للدار ديال والديه كانوا جايبين معاهم في الكوفر ديال التوموبيل بزاف ديال الليترات ديال الحمض الكلوريدريك وخمسة لتر من الكحور كانوا ناوين يشعلوا بهم العافية في الدار ديال والديه مورا ما يقتلهم ونهار 10 دجمبر 2018 يعني تقريبا من بعد 3 سنين كيفين ومراته صوفيا كيتقدموا المحاكمة والأول مرة كيعتارف كيفين وكيقول باللي هو اللي اقتار في الجريمة وبأن بباه كان راجل مزيان وقاعدك شي اللي قال عليه غير كدو وقال بأن مراته صوفيا مشاركة معاه في الجريمة وهي اللي حرضاته باش يقتل بباه همه باش يستولي على فلوسهم ولكن صوفيا قالت بأنها باريئة وما عندها حتى يدخل في هاد الجريمة ونهار 15 دجمبر 2018 من اللي كانوا في المحكمة صوفيا كتتعرض لوعكة صحية وفي النهار اللي من بعده كيفين حتى هو كيغيب على المحاكمة حيتحاول ينتحر ومن بعد شهر كتخرج صوفيا من الحبس تحت الرقابة القضائية باش تشوف بنتها وبقات متابعة في حالة صراح ومن بعد طلقات من كيفين المهم دازوا بزاف دي الجلسات دي المحكمة وحكمات المحكمة على كيفين بـ 30 عام وعلى صوفيا بـ 20 عام بسبب التواطئ والتحريض على الجريمة وفي أكتوبر 2022 وفي محكمة الاستئناف تحكم على كيفين اللي ولات عنده نهار المحاكمة تسعوده 20 عام بـ 30 عام دي الحبس وبالبراءة على طالقته صوفيا صوفيا بقى ديما كتقول بأنها ما كانتش على علم بالمخطط دي الراجلها وما كانتش عارفة بأنه كان بغي يقتل والديه المحكمة ما لقات عليها حتى شي دالي الملموس وصلنا لنهاية القضية دي اليوم كانت منت تقوله في التعليقات واش فعلاً صوفيا كان عندها شي علاقة بهد الجريمة واش فعلاً كانت المحرد الرئيسي دي القتل وإلى اللقاء في قضية جديدة